وفي نفس الوقت محمد صبحي حارس طبعا نادي الزمالك محمد صبحي المنتهي تعاقده مع نادي الزمالك واللي من المفترض ان في محاولات لتجديد تعاقد محمد صبحي خلال الفترة المقبلة صبحي تواجد في اليونان بصحبة وكيله احمد يحيا خلال تواجد نادي الزمالك في غانا لاداء مباراة العودة امام دريمز الغاني تواجد وسافر في اليوم التالي محمد صبحي بصحبة وكيله احمد يحيا الى اليونان للتفاوض مع احد الاندية اليونانية تمهيدا للانتقال اليه في الموسم المقبل وعادة محمد صبحي بعد عودة بعثة نادي الزمالك في اليوم التالي مباشرة وإلى القاهرة طبعا بعد ما تم أو أتم الاتفاق مع احد الاندية اليونانية للانتقال اليها في الموسم المقبل هتم بقى المفاوضات مش هتم المفاوضات دي هنشوفها خلال الفترة المقبلة هيرجع محمد صبحي بعد كده للدوري المصري ده برضو هنتبعه وهنشوف هل محمد صبحي هيبقى موجود خلال الفترة المقبلة هل ده ممكن يكون على حساب حارس كبير في نادي محلي في حالة عودة محمد صبحي الى الدوري المصري ده كله هنتبعه خلال الفترة المقبلة وفي نهاية الموسم اللي جاي هنعرف اذا كان محمد صبحي هيحترف كمان في اليونان ولا مش هيحترف ده هنشوف هل ده هيترطب عليه تواجد محمد صبحي بعد كده قدام شوية وتعلق بمصير حارس كبير في الفترة المقبلة او في الموسم المقبل ده خلنا نتبعه خلال الفترة او بنهاية الموسم الحالي لكن المؤكد ان محمد صبحي تواجد في اليونان خلال فترة طبعا وجود بعثة نادي الزمالك في غانا لأداء مباراة دريمز الغاني المجد أبو المجد طبعا فيه المدرب الشهير وطبعا واحد من نجوم كرة اليد بشكل عام في مصر وكان مدرب فيه مدرب عام فيه المنتخب الوطني وكان مدير فني لنادي الزمالك وطبعا أثر رحيله علامات استفهام عن نادي الزمالك والمعلومة المؤكدة ان فيه خلافات ما بين مجد أبو المجد وبعض اللاعبين الكبار وتحديدا أحمد الأحمر فيه خلافات معروفة ما بين مجد أبو المجد وأحمد الأحمر ولاعبين آخرين داخل فريق كرة اليد وبالتالي تم الاتفاق على رحيل مجد أبو المجد وهو ده السبب الرئيسي في رحيل مجد أبو المجد عن نادي الزمال ترجمة نانسي قنقر